السلام عليكم ورحمة الله متابعاً لعزارة جانالكم في فيديو جديد هذا الفيديو سنشرح فيه تطبيق iplayer اللي هو أحد تطبيقات تشغيل المقاطع الفيديو هي بدقة 4K وتقدر تصفح من خلال هذا التطبيق اليوتيوب وبعض التطبيقات الأخرى ومشاهدة الفيديوهات في تقنية 4K بعض الأشخاص جاي يسأل عن هذا التطبيق أنه ما جاي يحمل أو ما جاي يسوي داولود للفيديوهات طبعاً هذا التطبيق ما بميزة الداولود للفيديوهات من اليوتيوب أو غيرها من هذه التطبيقات الأخرى كالفيس وبعض البرامج الأخرى طريقة سحب الفيديوهات إلى داخل تطبيق iplayer يجب أن تكون الفيديو منزلة على جهازك يعني منزلة بالملفات من تطبيقات أخرى هسا خلونا نشرح التطبيق أول شي نضغط على تطبيق iplayer طبعاً متوفر في السوق قبله تقدر تنزله وتستفاد من عنده وكذلك راح أترك لكم موابط التطبيق بالوصف ننتظر على ما يحمل تحميل المورد هناك أول ما فتحنا التطبيق قال لك هل تريد سماح لتطبيق iplayer بالدخول إلى الصور والوصائر على جهازك نضغط على السماح حتى يقوم بتحميل جميع الفيديوهات الموجودة على الجهاز مثل ما جاي يشوفون أنا حالياً عندي فيديو واحد على الجهاز فحمل لي هذا الفيديو نقدر نصفح المجلدات من خلال النقر هنا هذه المجلدات اللي موجودة عندي أنا في الجهاز مجلد واحد وفيديو واحد طريقة مشاهدة الفيديوهات الأخرى نرغط على المستعرض نقدر نفتح الفيسبوك تويتر يوتيوب وغيرها من هذه البرامج ونقوم بمشاهدة الفيديوهات بتقنية الفور كي أو نقدر نرجع إلى البيت ونشاهد الفيديوهات اللي موجودة عدنا هذا كل ما يخص تطبيق iplayer أتمنى تستفادوا ولا تلسلنا من اللايك والاشتراك مع تحياتي الجميع تحياتي الجميع